يتناقض ويلتبس السلوك الأمريكي على نحو يتجاوز مكان يندرج وينضبط تحت عنوين السياسة الأمريكية في سوريا بالضغط للدرجة القصوى لإسقاط الدولة فخلال أسبوع يعلن البنتاجون وقف حماية المنشآت النفطية ويخلي نقطة عسكرية في تلعلو بريف الحسكة وتدخل آليات عسكرية ومعدات ثقيلة لدعم قاعدة عسكرية يجري العمل على إنشائها منذ شهر في بلدة عين ديوار عند المثلث الواصل بين الحدود العراقية والسورية والتركية والأرجح أن السلوك الأمريكية من أجل إضعاف النفوذ الروسي أولا والتركي في منطقة استراتيجية تصل الحدود الثلاثة حاولت موسكو إقامة نقطة عسكرية فيها لكن تحريض قصد للأهالي للتظاهر رفضا للوجود الروسي منع استكمال ذلك وأجبر القوات الروسية على الانسحاب ومن الجلي أن واشنطن بدأت بتنفيذ أجندة جديدة حول سوريا وأن لحظة الفراق مع قصد قد حانت فإقامة نقاط عسكرية جديدة انطلاق من الشمال يتقدم على أي دعم سياسي أو عسكري للكرد قصد التي تنتظر ثمنا سياسيا من دماشق لتغيير موقفها تستولي على المطاحن الحكومية ومنشآتها في الحسك والقامشلي والأمر ليست عديا على مرافق للدولة السورية فحسب بل هو محاولة للقول بأنها لا تزال تملك اليد العليا في الشمال وإن غاب دعم الحليف الأمريكي الذي مكنها من احتلال ما يقارب ربع مساحة سوريا رهنت عليها الانتزاع فدرالية في طاولات الحوار التي تكررت بين جناف وموسكو وأستنى من دون طائل الانكفاء الأمريكي النسبي ليس سوى برق في سماء صافية وهو لا يتعدى تبدلات طارئة وشكلية في السياسة الخارجية الأمريكية استدعتها أجندة داخلية معقدة على طاولة رئيس بايدن كما ترى دماشق والتي قللت في وقت سابق من مضمون رسائل أطلقها مسؤولون أمريكيون سابقون دعوا بايدن للانفتاح على دماشق وتبديل استراتيجية بلاده في سوريا طالما أن شيئا لم يتغير على أرض الواقع ديماناصيف دماشق الميادين